عادت حادثة التمييز العنصري بين السود والبيض في الولايات المتحدة للواجهة من جديد بعد تكرار حوادث مقتل الشباب السود على يد الشرطة ما خلق حالة من الفوضى في البلاد إذن حكمت فرقة عمليات بغداد المنظوية تحت قيادة الجيش العراقي على مدينة الكرمة الواقع غرب بغداد قرب الحدود الأردنية بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الذي كان يسيطر على المنطقة الاستراتيجية سيطرة جاءت بعد العديد من عملية الدعم الجوي والبري للسيطرة على الكرمة المزيد من تفاصيل في تقرير طارق دريتي هذا هو حال مدينة الكرمة الواقعة غرب العاصمة بغداد بعد عمليات الاقتتال بين تنظيم داعش وفرقة عمليات بغداد المنظوية تحت قيادة الجيش العراقي سيطرة الجيش على منطقة الكرمة الواقعة قرب الحدود الأردودية جاءت عاقب عمليات تكتيكية من قبل هذه الفرقة بعد عمليات إسناد جوي ومدفعي من قبل الجيش العراقي حماس الانتصار على التنظيم الإرهابي الذي زرع الرعب وسط أهالي منطقة الكرمة جعل أغلب جنود هذه الفرقة يحذرون داعش من التواجد داخل الأراضي العراقية نحن مستعدون بأتم الاستعداد لسحق داعش الأرهابي أينما وجدت في أي مكان في أرض العراق ونحن هنا من قيادة عمليات بغداد نقول لداعش اطلعوا من هذه صارنا 11 يوم هنا بالمعركة الحمد لله بجهود قوات الأمنية وسيطرنا على الوضع السوق الغرمضة بقى قليل أسأل منها الحمد لله بقى 3 كيلوات على الرغم من سيطرة القوات العراقية على الكرمة التي تبعد حوالي 50 كيلو متر شرق مدينة الفلوجة إلى أنها تبقى جيوبا فقط من أراضي محافظة الأنبار الصحراوية الشاسعة ذات الأغلبية السنية والتي يسيطر عليها تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر